بحثت شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات الصينية التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية وقال مدير عام الشركة صادق عبيد كيطان أنه التقى وفد الشركة الصينية التي تعد من الشركات الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية للتباحث بشأن فتح آثاق لتعاون المشترك لغرض تطوير مصانع الشركة المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية مبينا أن الوفدة زار مصنع ألواح الطاقة الشمسية في موقع المنصور التابع للشركة لغرض الإطلاع على الإمكانيات المتاحة واستعراض إمكانية مد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين